يعني إذا كان الله خير يليفك أنك تتبين أمان الناس شنو يعني موقف العضاء أو شما موقف العضاء من التزال القضية أنا يعني أنا ثقيت أن الحقيقة لما قلت لي أخوي محمد أنت أسكت على الموضوع وهذا وأنا خليت أنت تكون لك رئيس جمعية ومثل هذه الفئة طال عمرك يجب أن تبين للشارع الكويتي العضاء مجلس الأمة شنو قاعدين يسوون حلمت ساحة الإرادة لما انحجتنا وقعدتنا وتكلمنا لحد الآن مقارك راوح نعم محمد أنا شكرا لك يبعد قلبي بس على أساس الوقت ونبي نعطي مجال كل شيء كل جامعة أو ليسلمك عزيز وغالي عزيز وغالي حياك الله تسلم محمد محتر قلبه حين والظاهر القضية تعرفها وانت عندك علم فيها قضية الطفل السوي صحيح صحيح في البداية قبل لا أردع الأستاذ محمد العثمان أبي أتكلم عن قضية الهيئة العامة للمعلومات المدنية يا دكتور أو يا أستاذ عادل الجاسم الجناعي بيض الله وجهك وجه جميع المسؤولين في الهيئة العامة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وجهدكم لامسين إحنا كذوي عاقة أو كجهات عاملة في هذا المجال قبل لا تدزون هذا الأمر ونشهد لكم في كل محفل فكل الشكر لكم من كل قلب كويتي يحب هذا البلد والمخلصين من أبناء هذا البلد هذا الرسالة التي أحب وجهتها لهم بالنسبة لأخوي محمد العثمان والأستاذ محمد العثمان أخ وعزيز وله يعني وقفات أمانا لله دائما مع ذوي عاقة فتح باب يعني أنا ما كنت ودي أطرق له من زين مسؤولية نواب مجلس الأمة ترى يا أخوي محمد تتساوى في الإهمال مع الحكومة بالضبط لا أحد يقول والله سوى لكم القانون أنتم ظلمتوا أعظم مجلس الأمة تمام وأنا معروف الله الحمد والشكر عني قول كلمة الحق ولا أخاف بالله لو ما تلاعم منها لسبب وحيد أن فعلا صديت أخوي محمد العثمان وصديت باقي الأخوان أنهم لا يتكلمون على النواب إلى أن نرى النتيجة من تلك الاجتماعات وأبلغتهم بذلك الوقت وقلت استجواب ذوي الإعاقة موجود ومن أربع محاور وراح نضيف إلى المحور الخامس ويسقط حكومة ولا يسقط وزير فقط لكن للأسف لاعتبارات ما ما أحد فتح هذا الملف لغاية الآن من نواب مجلس الأمة وهذا يعطيك دلالة شنو؟ القضية معروفة والكل يسولفها يعني قضية المعاقين هي سيسة من البداية أنا ما يعطيني دلالة شنو؟ قضية المعاقين تم تسيسة نقطة قفل المعاقي يقول هالكلمة النواب ما أخذينا لتكسب السياسي والحكومة ما أخذتنا للدعاية الإعلامية فقط يا أخي من بداية الانتخابات هذا الترطيف يقال من الانتخابات تذكر كانوا يبون أحد الأخوان المعاقين عادي أتكلم وهذا تكسب أنا تقول للمخرجة شكثر عندي عندي دقيقتين عايد وأنا فضل أنك كنت تتكلم فيهم مو أنا أتكلم فيهم شيء اللي تبتقوله قوله تفضل أخوي محمد العثمان وهذه النقطة أنا كنت مركز أن أتكلم فيها في دقيقة في دقيقة لأن تنتقل حق موضوع ثاني يستفيدون من أهل الانتخابات في قضية مدعي لعاقة يا أهل الكويت يا حكومة الكويت يا أعضاء مجلس الأمة لغاية الآن لم يتم تحويل مدعي لعاقة واحد إلى النيابة العامة رغم أني الهيئة أعلنت في أكثر من مرة أن جراءاتها لضبط هؤلاء الأشخاص وضبطت أشخاص هذا رقم واحد ما حولوا أحد إلى النيابة العامة نهائيا لغاية اليوم رقم اثنين من المعين هذا أنا ما أقدر أقضب نفسي يعني قل عددهم ولا ما قل عددهم لا ما قل بالأكس هم شالوا من المعاقين الفعليين وخلوا مدعي لعاقة على وضعهم زين الأمر الآخر من المعيب يا دكتور جاسم التمار يا مدير عامل هيئة العامل لشؤون ذوي لعاقة أن يخرج أحد الرؤساء اللجان الطبية عندك وهو رئيس لجنة لعاقة السمعية وهذا تصليحه في الصحافة أنا ما جبت الكلام هذا من عندي يقول أن 47% من ذوي لعاقة السمعية هم مدعي لعاقة طيب الشهادات العاقة اللي تم إصدارها من اللجنة نفسها اللي هو يعمل فيها المفروض عليك يا دكتور جاسم التمار تشكل لجنة التحقيق عندك ومن ثم تحيل الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق مع هذا الدكتور لإظهار أسماء 47% من هؤلاء الأشخاص الأمر الأخير المخرجة بحث دي سارة تقول خلص الوقت 30 ثانية بس نقدر ناخد 30 ثانية بس 30 ثانية تقول لك تستاهل تفضل تستاهل العافية قضية المستشفى لو وجد لقضى على مدعي لعاقة هذا رقم واحد رقم اثنين أيضا أسجل شكرا للعملين في الهيئة العاملة لشيء ذوي لعاقة من الموظفين وطالب بوضعهم على قائمة أولويات الحكومة لإعطاهم الكوادر لأنهم يستحقونها وهم ترى يعتبرون من ذوي الاحتياجات الخاصة لأن إذا ما وفرنا لهم المناخ السليم لمزاولة عملهم ما راح يقدموا شيء لذوي الإعاقة فالتوفير الجو لهم السليم راح ينفع ذوي الإعاقة أنا شكرا لك أخوي عايد وذا تلاحظ كل ما ولا مرحنا انتهينه صح ما لاحظ وظاهر إحنا ماشيين في الخط معاهم العموم ياهل الديرة هذا القانون إحنا اليوم ما تكلمنا في حلول أعتقد عايد في عندنا حلول عرضنا مشاكل إحنا عرضنا مشاكل لنا حلقة قريبة مع أخوي عاد الشمر إن شاء الله لوضع الحلول مثل ما عرضنا اليوم عليكم المشكلة مناشدة للدكتور جاسم التمار الرئيس الهيئة العامة للإعاقة هذول إعيالك هذول أبنائك وضعت وتقبلت كل الجمعيات بغض النظر إن كنت أنت يعني تنطبق عليك المادة 51 ولا ما تنطبق عليك المادة 51 ولكن قالوا وأنا أذكر زين لما استضفت مجموعة من الجمعيات النفع العام اللي هم مختصين بالشأن أهل ذوي الإعاقة قالوا إحنا ما رح نحكم عليه إحنا حت له ياي من بره رغم أن القانون يقول من دول اختصاص إحنا خلي قعد خلي ما رح الشغلة ما نحكم عليه يا أخي يا دكتور جاسم الحين طب اللي بعمرك صال لك سنة وما زالت إلى الآن المعانات وما زال إلى الآن سمعت انت الاتصالات أنا بنفسي ودي أنك أنت تشوف الحلقة هذه لا يفسر أي مسؤول الانتقاد بشخصه أو بذاته لا أبدا الانتقاد على الأداء إحنا ننتقد إداء طالما أنت ماسك منصب وصال لك سنة من حقنا إحنا كإعلام من حق دول اختصاص من حق دمعياتنا في العام إننا ينتقدونك في إدائك أتمنى أن هذا الحلقة تلقصده ونسمع بالأخبار باتشر بالجرايد في أخبار زينا مفرحة حق أهل ذوي العاطة آخر شيء أقول مشكورين يهل الديرة وما قصرتوا ويزاكم الله خير أشوفكم باتشر مخرجتنا سارة في تغريدة كنت ناسية مغالية ما قريتها أعطيني ثانية واحدة بس أقراها تقول الأخت المغردة مساء الخير طافت نس ساعة من وقت البرنامج من دعايات وأذان قولي لهم يمددون لك الوقت ما راح يمديد تتكلمين وتتناقشين أنا شاكرا لك وشاكرا للمخرجة سارة عطتني الوقت والحين أقول لكم أحب أشكر أخوي عايد مرة ثانية على اليية وأقول لكم أشوفكم باتشر فيما لا مع السلامة الله يحفظكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة